طهر محمد طهر النهار ده تقدروا تقولوا انه اتقطع اكتر من 95% من المفاوضات ده بناء على اتصال تليفوني تم ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة الناديا الاهلي والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس ادارة المقاولون العرب تم الاتفاق على اغلب البنود وهديت اوي الطلبات او اقتربت اوي الطلبات من المعروض فبقت الامور واضحة انه متبقي عدة امور بسيطة جدا تحسم الصفقة اللي غالبا خلال ايام سيتم الاعلان خلالها عن الصفقة اللي الاهلي اعلن رغبته الواضحة فيها واعلنها حتى عبر وسائل الاعلام مش تكاهنات يعني والاهلي يتكلم في التفاوض والنادي التفاوض المقاولين العرب لكن اغلب الظمن ان الرقم اللي كان طلبه المقاولين 40 مليون نزل اللي كان عارض 22 مليون يعتقد ان وصل الموضوع ل 25 مليون ولا صفقات تبادلية ضمن الصفقة علشان اللاعب اللي بيلعب في مركز المراكز الهجوم المختلفة سواء كجناح او مهاجم او تحت المهاجم بيكون موجود خلالها من المقاولين العرب في النادي الاهلي هيحصل جلسة بقى غير التلفونات الاسبوع اللي جاي لما الكابت محمود الخطيب يرجع من السحل الشمالي اعتقد ممكن يكون نهاية الاسبوع ده مش هنستنى يعني للاسبوع الجديد الاهلي نفسه بيستعد للتدريبات رجع النهاردة رجع انبارح التدريبات وبعد ما كان فيه اجازة اجازة اللي هي راحة علشان بيتم الارتابة اشتركوا في القناة